ممتاز أهم شيء الواحد أكيد يأخذ المعلومات من الدكاترة مختصين بهذه الأمور للأسف في البعض يتجه يمكن لبعض كلام الناس يمكن أحد ينصحها أو بعض الشائعات اللي تصير عندي شهم بعد الانستقرام في بعض المواقع للأسف اللي تعطيه معلومات غير صحيحة والبعض يروح ويطبقها وبالأخير يمكن تصير معاه أضرار سلبية ويتجه ثاني مرة للدكتور عشان يصلح هذه الأضرار من أول ويدين فأنت شون حابة توصيل رسالة دائما للناس اللي تلجأ حق أقاويل المواقع التواصل الاجتماعي أو أقاويل بعض الناس اللي ما يدرون عن يمكن استخدام الأدوية بطريقة صحيحة والله أنا دائما أنصح ودائما كل المقابلات يردوا عيدة أقول لا تأخذون شيء من السوشال ميديا ولا من التاجرات ولا من الفاشنستات ولا من البلوغر ولا من أي تخصص غير من دولة اختصاص بس أخذوه من الصيدلي أو الدكتور بس عشان لا تطيحون بمشاكل أنت بقنا عنها يعني إحنا وايد نشوف أشياء تنباع بالانستجرام عدل مو معروف مصادر دخولها للبلد مو معروف شون طريقة تخزينها مو معروف شلون وصلت لنا هل هي مهربة هل في لها تاجر أو أنها ممكن الضر صحة الإنسان في أدوية بعد كثيرة يمكن الدكتور الفترة اللي طافت لقوها تغليد مجموعة من الأدوية يمكن واحد وحتى وزارة الصحة أعلنت عنها في تغليدها يمكن نفس الشكل أماني تلقين نفس العلب نفس كل شيء ولكن المادة من داخل تختلف أليو أماني